في الصين في مدينة للأجزام فقط طول القزم فيها لا يتعدى الواحد والخمستاشر من عشرة يعني حاجة كده مثلا قد كده ما يتعداش الطول ده الدولة دي سوري المدينة دي في الصين يعني الناس العلماء استغربوا جدا ليه السكان أجزام يعني قعدوا يبحثوا ويدوروا ويعرفوا ايه سبب ان الدولة دي المدينة دي في الصين بالذات كل موالدها من الأجزام فاتضح لهم ان الدولة دي اتعرضت زمان في إحدى فصول الصيف لوباء الوباء ده أصاب الأطفال وخلى الأطفال عندهم نوع من بعض التشوهات خلت عندهم النمو ما يكونش كافي فبالتالي يعني بالوقت الأطفال جابوا أجيال بعد كده كلها أجزام وكلهم قسار القامة تاني حاجة معلومة لطيفة برضو عن الصين كنت حابة أشارك مشاهدين برنامج لعيونك بيها وهي عن حاجة غريبة جدا كلنا بنحب السبايسي كلنا بنحب الشطة وكلنا بنحب الحاجات الحريفة لكن إن يكون في الدولة مهرجان أو مسابقة سنوية بتتعامل للشطة المهرجان ده عبارة عن إيه؟ المهرجان ده عبارة عن مسابقة الأكل الفلفل الحار بيتعامل في مسبح كبير جدا أحواض سباحة بيحطوا فيها فلفل كتير جدا ده بيقول لك لمواجهة البرد القاصي في فصل الشتاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر